لابد لي أن أتوقف وأنبه على جريمة حرق المصحف في السويد هذه الجريمة المنكرة وفي الحقيقة هي لا تعد جريمة شخصية كما يريد أن يسويقها البعض لأن من فعل شيئا في خاصة نفسه في حد ذاته ارتد على الإسلام وكفر ولا فعل شيء ما من المبقات فمن كفر فعليه كفره وهذا يعني مجرد أن الشيطان استزله وقاده إلى مصير السوء لكن جريمة مثل التي وقعت في السويد هذه جريمة ردة مسلحة فيه فرق بين أن يرتد إنسان على الإسلام في خاصة نفسه ويضله الله ويستزله الشيطان يعني يضله الله ويستزله الشيطان وبين أن تقع جريمة مسلحة هذه الجريمة التي وقعت في السويد جريمة ارتداد مسلحة فيها تشهير وتهوين بأمر الدين وأمر الإسلام والجريمة المسلحة في الردة ولا التشهير ولا التهوين بأمر الإسلام له عقوبات أخرى غير القصاص من المرتد في قوى النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقته لا هناك جيوش تجيش في تاريخ المسلمين من هذه المنكرات التي يقصد منها التهوين وتدمير الدين والتهوين من أمره وهوشانه السويد يعني حرست هذا المجرم بالسلاح وبرجال الأمن بحيث ينفذ ما يريد من هذا من هذه الجريمة النكراء التي يعني رمى بها في وجوه المسلمين جميعا وبررت له ذلك وقالوا له هذه حرية شخصية وما إلى ذلك من هذا الفساد والجرام والظلم الجرائم لما تأخذ هذه الصباة والردة لما تأخذ هذه الصباة المسلحة جيش لها المسلمون الجيوش في عهد الصديق أبي بكر ارتدت قبائل العرب أنا لا بكرت يا بيها ما لم يسلم منها إلا القليل جدا كل قبائل العرب الكبيرة ارتدت على الإسلام بالسلاح منعت أن تعطي الحق بالسلاح منعت دفع الزكاة بالسلاح قبائل كل القبائل يعني بنو تميم وأسد وجهينة وبنو حنيفة وكل القبائل الكبيرة كلها حتى قالوا إنه لم يبقى هناك مسجد يرفع فيه الأذان في عهد حروب الردة إلا ثلاثة فقط مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد آخر في البحرين فقط الباية كل المساهد انتهى فيها على كلمة الله والردة هي التي وهي ردة مسلحة هذه الردة المسلحة هل قال المسلمون لا نتركهم صحيح بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصديق يعني لعلنا نؤجل أمرهم ونؤلفهم ولعل نؤلفهم ولعل يعني يحصل شيء من الصلح معهم تجلت عبقرية الصديق في هذه المسألة وعزم بنفسه ولو ترك كل الناس ولو كان الناس كلهم تركوا القتال عزم أن يقاتلهم وقال يعني كلمته المشهورة لو منعوني شيئا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وضرب مثل بالعناق وبالعقال بأقل شيء كانوا يدفعوه النبي صلى الله عليه وسلم قال سأقاتلهم عليه ولا أبالي وجيش لهم الجيوش العظيمة الكثيرة ورمى لهم بقالة بعظماء قالت المسلمين الذين ادخرهم الله تباكه تعالى منهم من أسلم بعد الفتح ادخهم لهذه المهمة الصعبة لإحياء الإسلام لأن الإسلام في يعني أزمة حقيقية كان كاد أن ينتهي في ذلك الوقت وهم الذين فتحوا بعد ذلك الفتحات في الشام والفرس وفي أفريقيا منهم خالد بن الوليد ومنهم عكرمة بن أبي جهل ومنهم عمر بن العاص ومنهم شرحبيل بن حسن كلها أولئة قادة عظام هم الذين أخذوا هذه المعارك وكانت المعارك ضارية معارك معارك يعني مهادنة فيها حروب طاحنة حرب ضروس قتل فيها في معركة واحدة ومعركة اليمامة التي كان ينقلها مسلم الكذا قتل فيها أكثر من عشرين ألفا والتجوا في آخر الأمر إلى حصن مسلمة وهي حديقته التي سميت بعدها كحديقة الموت قتلت فيها هذه الأعداد الكبيرة ودمرهم وانتصر الإسلام هذا هو كيف يعاة عامل الرد المسلح هكذا كيف عملها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف رد الأمور إلى نصابها ترجمة نانسي قنقر